تشير دراسة حديثة نشرت في مجلة نيتشر جيو ساينس إلى أن انقراض الجنس البشري قد يكون بسبب درجات الحرارة الشديدة الناتجة عن تشكيل قارة عملاقة جديدة تسمى بانجيا ألتيما هذا السيناريو يضاف إلى المخاوف من التغيرات المناخية التي قد تؤدي إلى نهاية الحياة البشرية ومعها ثدييات أخرى على الأرض ويعتبر الانقراض المتوقع الأول منذ انقراض الديناصورات قاد الدكتور أليكسندر فارنسورث من جامعة بريستول هذه الدراسة التي تشير إلى أن القارات تنجرف ببطء لتشكل في النهاية قارة عملاقة هذه القارة من المتوقع أن تغير مناخ الكوكب بشكل كبير حيث ستؤدي إلى بيئة شديدة الحرارة والجفاف تستخدم الدراسة نماذج مناخية حاسوبية لتوضيح كيف يمكن لتشكيل بانجيا ألتيما أن يساهم فيما يلي تأثير القارة زيادة مساحة الأرض بعيدا عن المحيطات مما يقلل من التأثيرات المبردة زيادة سطوع الشمس على مدى ملايين السنين ستصبح الشمس أكثر سطوعا مما يساهم في تسخين الأرض زيادة ثاني أكسيد الكربون النشاط البركاني سيطلق المزيد من ثاني أكسيد الكربون مما يزيد من احتباس الحرارة يتوقع العلماء أن درجات الحرارة قد تتراوح بين 40 و50 درجة مئوية مما يجعل من الصعب على البشر والثدييات الأخرى البقاء عدم القدرة على التخلص من الحرارة عبر العرق سيكون أحد الأسباب الرئيسية للانقراض رغم أن الثدييات قد تكيفت مع الظروف المناخية المتطرفة عبر التاريخ إلا أن التحمل لدرجات الحرارة العليا لم يتغير كثيرا تشير الدراسة إلى أن حوالي 8% إلى 16% فقط من الأراضي في القارة الجديدة ستكون صالحة للثدييات مما يجعل العثور على الطعام والماء شبه مستحيل على الرغم من أن هذا السيناريو بعيد ملايين السنين إلا أن الباحثين يؤكدون على ضرورة عدم تجاهل أزمة المناخ الحالية الدكتورة يونيس لو من جامعة بريستول شددت على أهمية الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بأسرع وقت ممكن حيث أن الحرارة الشديدة بالفعل تؤثر على صحة الإنسان اليوم تقدم هذه الدراسة تحذيرا من مستقبل بعيد قد يكون قاتما للبشرية بسبب التغيرات المناخية الناتجة عن تجمع القارات ومع ذلك فإن التركيز على حل أزمة المناخ الحالية يمكن أن يساعد في تجنب بعض من هذه النتائج الكارثية